الآن ينضم إلينا على الهواء مباشرة اللواء بحري محمد أحمد الصادق الذي سنحاول معه أن نتعرف على بعض التفاصيل التقنية في طريقة التعامل من قبل أفراد هيئة قناة السويس ومنظومة العمل التي أسهمت في خروج هذا الأمر على النحو الأمثل سياتي لو أهلاً وسهلاً بحضرتك أنا أشكر علىك شكراً جزيلاً وأنت مدير الكلية البحرية الأسبق كيف تتم وفق الأطر العلمية والمهنية إنهاء مشكلة تبدو عويصة ودقيقة بهذا القدر أسعد الله صلى الله عليه وسلم وعلى السادة المشاهدين وعلى حضرتك طبعاً كنا في أزمة والمصريين كلهم استشعروا بتلك الأزمة الأزمة دي عدت بسلام وكانت المنظومة كلها بتعمل هيئة قناة السويس الفنيين المهندسين المرشدين كل المنظومة بتعملها على تخطي هذه الأزمة والحمد لله بفضل من عبد الله إن إحنا قدرنا نتجاوز هذه الأزمة بإصرار وعزيمة المصريين طبعاً إحنا من يوم الثلاث من صباح يوم الثلاث من بداية جنوح تلك السفينة العملاقة التي تعتبر من أكبر السفن في العالم لقل الحويات وإحنا في قلق إن إحنا ننجح في هذا الاختبار وربما تكون ضرة نافعة لنا في إن إحنا تغلبنا على تلك المشاكل اللي صدفتنا وفي ظروف قصية والحمد لله إدرنا إن إحنا نعبر هذه الأزمة بسلام بفضل أبناء مصر المقلصين والعاملين في هيئة قناة السويس والحقيقة بنتهز برضو الفرصة دي بنوجه تحية للإعلام وإعلام قناة السويس والتصريحات اللي فيها شفافية من البداية واللي قام بها السيد رئيس سيد قناة السويس خلت الأمور تتضح وإحنا نعرف إيه اللي بيحصل في هذا الموضوع طبعاً وراء هذا الموضوع فريق عمل يعني مش عايزة أبالغ في الكلام لكن هو فعلاً ما شفش النوم في الفترات الست أيام دولة عشان يتم إنهاء هذه الأزمة العالمية كل العالم بما فيهم المصريين العالم كله بيبص على الكيلو مية واحد وخمسين في قناة السويس وعلى هذه السفينة وتوقف تقريباً حرقة النقل وتوقف حرقة البضاعة من الشرق إلى أوروبا وعايزة أقول رقم يعني البضاعة اللي بتتنقل تلاتة تريليون بتلاتة تريليون دولار سنوياً فده رقم كبير جداً لنقل البضاعة عندك النقلات الغاز البضائع اللي على الحويات كل ده توقف والعالم كله بقى ينظر إلى مصر والحمد لله بفضل من الله إلينا نتغلم على تلك الأزمة سيادة اللواء هو طريقة طريقة التعامل قبل أن تعرض حضرتك لها بشكل فني ومفصل طريقة التعامل من قبل أفراد الهيئة اللي أنجزوا هذه المهمة كان مرتبط بمخزون خبرات موجود لديهم ولا التعامل كان تعامل آني لحظي مع هذه المشكلة وبالتالي الاشتباك معها أولاً بأول لا يمكن أفندم لا يمكن يكون ده النهاردة كل مصري النهاردة ابتدى يعرف حتى الاكسفريشان والتعبيرات البحرية يعني إيه تكريك ويعني إيه شحط وكده كل موضوع وراه قصة ده وكل موضوع بنتكلم فيه وراه قصة المد والجزر والعوامل الجوية واللي إحنا يعني فيه حرافية في الموضوع لا يمكن يكون التعامل مع هذا الموضوع تم إلا بحرافية من أبناء مصر فيه هيئة قناة السويس الموضوع طبعاً معمولة بدراسة ومعمولة بحسابات وكل خطوة معمول مصب يعني ببص خطوتين قدام إيه اللي هنقدر نعمله عشان لو ما فشلنا في هذه الخطوة نلجأ لخطوة أخرى وهذا الموضوع كان يعني تدرج من أو فيه ثلاث عناصر فيه أساسية هو من الشد ثم التكريك عملية التكريك إن أنا بشيل الرملة اللي دخلت فيها السفينة ثم المرحلة التالتة اللي كنا بنضع الله إن إحنا ما نوصلهاش إن أنا أبتدي أفرق حمولة السفينة إن هي هتأخذ وقت كبير فأحمد الله إن إحنا ما وصلناش لتلك المرحلة اللي هي المرحلة التالتة فكل مرحلة من هذه المراحل فيها حرفية لما نيجي نتكلم عن المرحلة الأولى أنا بشد هذا الجبل عشان أطلعه من هذا المكان يبقى فيه مجموعة من الأطراء تشتغل في هذا الموضوع السيد فريق أسامة ربيع قال كان البداية أربع أطرات أو ذات قطرات وصلنا إلى 14 في النهاية بقوة شد عالية تصل إلى 160 طن وده رقم كبير جداً في قوة القطرة عشان أقدر أحلحل وأطلع هذا الجبل من هذا المكان دي كانت المرحلة الأولى في الشد وطبعاً أول ما ندرناش ننفس هذا الكلام أو ما نتنفس هذا الكلام اتقلنا للمرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة التكريك إن أنا بشيل كم من الرمال أسفل السفينة عشان أقدر أعمل حلحلة وأحل محلها مية بارتفاع معين عشان أقدر أشد الملكب في هذا التوقيت طبعاً هذا الموضوع كان مرتبط بعوامل تانية الماد والجزر موضوع الماد دوت بيحصل مرتين في اليوم في توقيتات معينة ويمكن حضراتكم أستاذ المشاهدين شوفنا مبارح الأمر وهو فول مون الفول مون ديت بيحصل مرة في الشهر فأعلى مد موجود بيحصل في هذا التوقيت بفضل من عند الله سبحانه إن التوقيت دوت جايه توقيت مناسب حصل إن الماية بترتفع في توقيت معين بتقوم القطرات بعملية الشهر في هذا التوقيت قدرنا النهاردة منتصف الشهر العربي أيها فانده منتصف الشهر العربي يحصل في هذا الكلام وحصل مبارح إن كان أعلى مد موجود أو أول مبارح فيه أعلى مد موجود اثنين وثلاثة من عشرة متر طبقاً للجداول البحرية الموجودة في موضوع الطايد المد والجزر فديش عادتنا في هذا الموضوع والكل قاعد مترقب ومنتظر يبقى إذن أنا النهاردة العوامل الجوية حتى بنا السماء بنقول إن النهاردة في المركب دي عايزين نعليها بالمية المية دي في المد والجزر وعمول حسابات هذا الموضوع فالكل قاعد بيترقب وينتظر هذا الموضوع ويمكن ده اللي أخر العملية شوية طبعاً أثناء هذا الكلام حسابات شغالة والقطر اللي عمال القراتات طبعاً القطر ضخمة جداً اللي عمال يقرك عشان يشير رملة وفي نفس الوقت بيشفط عشان يرمي الرملة دي في مكان تاني ومع الحرص إن لا نمس هذه السفينة لأن القطر ده لو ضرب في بدن السفينة من أسفل هتبقى مشكلة كبيرة وحنبص نلاقي لجأنا إلى موضوع تاني تعمل كارسة ما يتخلش بقى الماركب فكان في حرص شديد والزملاء في هذه القناة السويس بيتعاملوا مع هذه منظومة سحب الرملة من أسفل السفينة نخلش بقى بعد كده طبعاً بفضل الله وفضل الجود العمل في هذا المكان قدرنا نلحلح السفينة من مكانها أو نخلخلها من مكانها وحصل الشد اللي العالم كله تفرج عليه مبارح وشفنا المنظر بتاع شد السفينة في صباح أمس وطبعاً في بعض العوامل أخرت سنة لهذا الموضوع ولكن في النهاية أعماق التكريك سيدة اللواء هل كان هناك مستهدف للوصول لأعماق تكريك بأنها يعني ما سمعناه عن عمق يصل إلى 18 متر في منطقة أصلاً كانت أعماقها ما بين 3 إلى 5 متر أيضاً كما كنا نتابع هل كان هناك مستهدف للوصول لعمق معين لتسهيل عملية التعوين لازم يا فندم عمق السفينة دي حوالي 15 متر يعني فيه تحت المية احنا مش شايفين فيه تحت المية 15 متر وهي كانت ماشي أساساً في الأكس بتاع القناة أو محور القناة تحتها 23 متر فلما دخلناها بعد كده ولما دخلت هي فيه 3 متر أصبح الموضوع لازم أفضي 3 متر اللي تحت أوصلهم على الأقل 16 متر أقل حاجة 16 متر عشان نعمل إحلال بالمية تقوم السفينة تعوم أقدر أشدها تلحها من هذا المكان فعملية معقدة جداً وحسابات زي ما بقوله حضرتك داخل فيها شدة الطيار وداخل فيها المد والجزر وداخل فيها الخاطرات الزاوية اللي حتشد منها الزاوية اللي حتشد منها دي مهمة جداً وبعدين الهورس باور أو قوة الشد بتاعة الخاطرة مهمة جداً ففيه عوامل كتيرة إحنا عمليين بنتكلم فيها حالياً إيه لنا أو يعني السادة المهندسين والعملين والمشرفين على هذا الموضوع واللي بيدور هذا المنظومة السادة الفريق أسامة ربيع طبعاً فيه تشاورات وفيه آراء بتتقال مع استعانة إحنا استعاننا بمجموعة عمل الخبرة كانت الآراء متطبقة مجموعة الخبرة دي إحنا بنستعين بيهم ليه عشان نضمن أن إحنا ماشيين في الطريق السليم والطريق الصحيح لكن أباء أبناء مصر وبسواعد المصريين نهينا هذه الأزمة والعالم كله شاهد على هذا الكلام عمل وطني السفن اللي بهذا القدر من الضخامة يُعرف فيها قواعد تسجيل البيانات الملاحية مثلاً كحال الطائرات يمكن التعرف عليها هل هيئة قناة السويس أو مصر ستكون معنية بالتعرف على آخر المحادثات أو البيانات الملاحية المتاحة فيها ولا المشكلة انتهت بالنسبة لمصر وباقي المهمات لن تكون وقاعة على عاتقنا طبعاً يا فنم كل كلمة وكل أمر يتقال سواء للمكان أو للقيادة فوق كل ده متسجل متسجل بمستندات ومتسجل تسجيل صوتي ومتحفظ على هذا الكلام عشان لو ظهر أي حاجة في تحياته وكلام زي كده احنا دلوقتي بنتكلم على الظروف الجوية والعمل الجوية وده عامل رئيسي ساعد على أن السفينة دي تجنح أو تشحف في هذه المنطقة ولكن كل حاجة متسجلة وكل أمر متسجلة ويبقى السؤال هو من المسؤول الأول عن ما يحدث؟ هو أبطان السفينة قائد السفينة أو أبطان السفينة اللي بيقود السفينة مسؤول على ورأي المرشد بيبقى استشاري صحيح البايلوت النهاردة ده رأيه استشاري في هذا الموضوع لكن اللي أنا برضو عايز أقوله لحضرتك أن النهاردة في عوامل تانية كثيرة يعني تدخلت في هذه الأمور تسببت هذا الموضوع وزي ما بقول ربا ده أنا نفعة احنا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذا الموضوع وعلى ثقة وأنا متأتكد جدا إذا كان في أي نوع الضعف يعني وطبعا حاجات لا تذكر حتى نتشها السيد الرئيس النهاردة لما بيكلم رئيس هاية قناة السويس وبيقوله أي حاجة أو أي مطلب مطلوب تبتدي تجهز له مستقبلا بحيث أن احنا ما ننتظر شي فدي كلها رؤية مستقبلية عشان أنهي هذه الأزمة العالمية مش هقول أزمة في مصر أزمة عالمية العالم كله بيتفرج على ايه المصريين بيعملوا ايه النهاردة فالحمد لله وبفضل الله احنا نجحنا في هذا الموضوع وبعدين كلمة السيد الرئيس النهاردة في التويتر اللي هي نازلة يعني أنا برضو إذا سمحت لي هم مصطرين قال لهم باختصار لقد نجح المصريون في إنهاء أزمة السفيدة الجنيحة بقناة السويس رغم التعقيدات الفنية الهائلة التي أحطت بهذه العملية من كل جانب وأعادت الأمور لنصبها فده يعني الحمد لله يعني السيد الرئيس النهاردة وحضرتك بتشير إلى هذه الإشارات وحجم التعقيدات الفنية اللي أشار إليها الرئيس السيسي في التغريدة اللي كانت بالأمس تزامنا مع بدء تعويم السفينة يقودنا إلى مقترح قدم من أحد ضيوفنا دكتور أيمن سمير أن نقدم وثيقة أو ما يطلق عليه المانويل الذي يمكن أن يقدم للتعامل مع الأزمات الضخمة المرتبطة بالممرات الملاحية بهذا الشكل هل يجب أن نعنى بتقديم هذه الخبرات إلى العالم بأكمله تشرفاً بما أنجزناه وكذلك وثيقة للإضاءات لمن شاء أن يستهدي بها في أي أزمة مستقبلية في أي ممر ملاحي طبعاً يا فندم طبعاً يا فندم ده فيه درس في هذا الموضوع يدرس بعد كده يدرس في الإسلوب اللي إحنا أنقذنا به هذا المركب اللي تعتبر من أحدث المراكب اللي في العالم سواء حمولة أو سواء تكنولوجيا فالنهاردة أنا قدرت أطلعها من الأزمة اللي هي فيها والجروح اللي هي فيها بدون ما يحصل أي مشكلة في هذه السفينة السفينة دي لم تخدش وإحنا كلنا كلنا حطين يدينا على قلبنا القاعة تحت السفينة خايفين أن يحصل أي حاجة للقراكات العملاقة القراكات اللي عمالها تشتغل دي والقطر والطرمبات اللي بتسحب وبيلف القطر تحت خايفين يصيب المركب دي من أسفل فدي عملية طبعا معقدة جدا وفي الآخر العالم شاف المركب وهي ماشية وشغل الرفصات بتاعتها وطلع من هذه بدون ما تمس من تحت بعد كده بيحصل التفتيش عليها من جيع الجوانب وعشان تبحر سالمة وأمينة واتخذ شهادة أن المركب سليمة ما فيهاش أي مشاكل فالنهاردة زي ما بقول لحضرتك موضوع يدرس موضوع اللي أعصل ده يدرس حرفية المصريين وإصرار المصريين على طبعا نحن اتقدم لنا مساعدات من دول كتيرة ودول عظمة مساعدات المساعدات دي شكرنا ولكن كلمات السيد الرئيس لسيد الرئيس الهيئة والتعليمات اللي صدرة وموضوعية المستمرة خلت فيه دافع أن لازم الموضوع ده هنخلصه بسواعدنا طبعا رجال عظماء حقيقي يعني بدون مبالغة جهد غير عادي بوزل في جميع الجهات فرحة للمصريين أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة أنا أمشي أمشي بالعربية أخط منزيم في العربية أو أكلم البوسطاء اللي يعرفوني مثلا يقولك إيه الأخبار يا سيد تلو إيه اللي تم في الموضوع يعني ده الناس كلها عايزة زي ما يكون عملية جراحية عايزين تطمنوا على نتيجة العملية الجراحية طيب سيد تلو أنا لا أسأل حضرتك فقط باعتبارك مصري ولا أحد أبناء القوات المسلحة والقوات البحرية السابقين لكن أسأل حضرتك الآن كربان سفينة أو مسؤول في إحدى الشركات الملاحية أو شركات الشحط ما الذي يدفع حضرتك للحرص على البقاء منتظرا في قناة السويس هذه الأيام دون أن تفكر في أي مصار ملاحي آخر والحرص على الانتظار حتى لو طال الوقت الحمد لله لم يطل كثيرا لكن الاستعداد من قبل الشركات لماذا استمر لهذا الوقت أسأل حضرتك الآن كربان سفينة أو مسؤول في شركة ملاحية يا فندم يا فندم المرور في رأس الرجاء الصالح دي تكلفة عالية جدا تكلفة في الوقود تكلفة في الصرف تكلفة في الوقت الوقت دي معناها إيه لما أنا أعطل المركب أو أزود المدة 15 يوم عشان تلف في رأس الرجاء الصالح دي عملية يقابلها فلوس بيتحملها في الآخر المستهلك سواء بيترول أو سواء بضايع أو حتعملها أنت مشارك في مصر النهاردة في منظومة التجارة العالمية وبتقلل بقدر المستطاع العائد أو العائد المادي اللي من عملية هذه التجارة بحاول تقفضه عشان يبقى في استفادة للعالم وفي تداول البضائع أي أن كانت هذه البضائع فالنهاردة أنا النهاردة منظومة اللي موجودة دي يعني مستمرة منظومة افتتاحها لحد النهاردة بكفاءة وباختدار وزي ما احنا شفنا كلنا أن لا مديل عن قناة السويس أن هي مكتوحة يعني فيه النهاردة مراكب تتفكر ترجع الكل وقف صحيح نحن في حوالي 400 أو 370 مركب اللي موجودة في الويتنج إيريا في بورسعيد وخليج والمحارات المرة الزملاء الأفاضل المرشدين النهاردة الرحات ما فيش رحات متوقفة الكل حاجز ينفذ التعليمات لسمعة مصر خلال فترة وجيزة بإذن الله الملاكب دي كلها كله رايح في الاتجاهة بتاعه وحنتغلب على تلك الأزمة التحدي من هذا النوع يدار بأي شكل يعني تحدي من نوع آخر بعد انتهاء أصل الأزمة والمشكلة وأنهناها بمهنية واحترافية عالية للغاية هناك عدد ضخم للغاية من السفن وبعضها حتى كان أضخم من السفينة الجانحة التعامل مع تفويج وعبور هذا الكم الهائل من السفن كيف يتم؟ طبعاً التعامل يعني عادي زي ما هي ماشية قناة السويس ما فيش أي مشاكل فيها وفيه صخة طبعاً انت حضرتك هتلاحظ من الأعداد اللي بتعدي في قناة السويس لن يتتم الأعداد وده كلام حيب أمؤكد بل بالعكس يعني إنها أرضى التجارة العالمية والبضايع وحركة البضايع بتزيد ما بتقلش يمكن عشان ظروف الجائحة الكورونا قلت شوية لكن المعدلات اللي ماشيين بيها معدلات النهاردة لما بسأل النهاردة الكمفوي اللي جاي من الويتنج إيريا في الشمال والجنوب الأعداد هي هي بل بالعكس بتزيد صحيح الأعداد برضو المراكب اللي موجودة في الويتنج بتيجي مراكب منتظرة برضو على أساس الأمور تمشي عادي زمائية لكن برضو في نقطة مهمة يعني قبل ما نساها المتشاككين اللي بيشككوا في قدرة مصر والمتطرفين اللي بيشككوا في الأمور دي أنا الحقيقة برضو مبارح كنت متفرج على المركب ورغم ذلك أنت أعلنتوا على رويتر الظهاردة ووكلة الأنباء أنا مش عايزك كنت أقول أسعه وكده لكن النهاردة يقولك المركب رجعت لوضعها الأصلي فده رسالة برضو للمصريين اطمئنوا اطمئنوا من من الشفافية اطمئنوا من اللي بيقود هذه المنظومة اطمئنوا من كلام سيادة الرئيس لما قال إحنا عايزين كلنا دايما يكرر نبقى كلنا أيد واحدة الجملة دي أو الكلمة دي في أزهاننا ودايما يقولها جميع الأزمات لازم نقف مع بعض عشان مصر مصر دي إحنا ضحينا عشانها وفي شهداء يستشهدوا على وفي دماء سالت عشان مصر فإلا أنا عايز أقوله إن الأمور الحمد لله إن إحنا قدرنا نعدي من هذه الأزمة والعالم كله شاهد على هذا الكلام وما رأيناه في الآياب السابقة سيدة اللواء حضرتك قدمت أقرب لمحاضرة في قاعة الدرس وكانت محاضرة أنيقة وبسيطة لغير المتخصصين ونحن بالطبع منهم لكنها كانت وافية للغاية شرح مبسط ومؤتبر من حضرتك اللواء بحري أركان حرب محمد أحمد الصادق المدير الأسبق للكلية البحرية ورئيس هيئة موانئ بورسعيد الأسبق أنا أشكر نضم حضرتك إلينا شكرا جزيلا أثقلنا على حضرتك في هذا الوقت شكرا إفراد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة